السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبابي ومتابعي ومشاهدي عالمنا عالم الزراعة الممتع طبتم وطابة وقتكم أينما كنتم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لكل أشاق الورود لكل أشاق النباتات الخارجية المظهرة طول العام تقريبا إليكم اليوم نبتة الخبيزة أو الخبيز أو الجرانيوم كلها تطلق على هذه النبتة الرائعة التي نراها أمامنا نباتة الخبيز أو الجرانيوم هي نبتة من أربع وأجمل النبتات الزينة الخارجية التي تقريبا مظهرة طول العام في الجو المعتدل هي نبتة سهلة العناية وسهلة الإكثار تتكاثر بالبزورة وتتكاثر أيضا بالعكل وهنشوف ونتابع مع بعض إن شاء الله طريقة إكثارها بطريقة سهلة جدا وبسيطة في هذا الفيديو بإذن الله تعالى طبعا منها أنواع منها المدادة ومنها القائمة زي اللي احنا شايفينها قدامنا هاي النبتة الدائمة أو الخبيزة الدائمة القائمة طبعا هي كلها دائمة الخضرة مظهرة تقريبا طول العام طبعا ألوانها ألوان متعددة منها الأبيض والأصفر والأورنج والبرتقالي والأحمر فمنها ألوان كثيرة وتعطي وترضي جميع الأزواق طريقة إكثارها كما نرى بأغزة جزء من النبتة بطول تقريبا من 7 ل10 سنتي أو ل15 سنتي وطبعا نقوم بإزالة الأوراق التي عليه طبعا بالعكل الطرفية أو العكل الوسطية كما نشاهد جبنا عكلتين طبعا واحدة طرفية كما نرى والأخرى وسطي يعني في كل الحالات ستكون العكلة نجاحة بفضل الله تعالى طبعا هاي طريقة سهلة جدا وبسيطة ولا تحتاج منك أي هرمونات ولا أي تعاف فهي مجرد أنك أنت تضعها في تربة خفيفة جيدة تصرف ويفضل تربة البطموس تكون أسرع وأفضل معك في التجزيل وهي تتكاثر في أي وقت من العام وزي ما احنا شايفين هاي بعد ما زرعناها بفترة بسيطة تكونت الجزور وصارت عندنا نبتة جديدة بفضل الله تعالى بكل سهولة وبكل بساطة طبعا لا تكلفنا شيئا إلا شوية المي والتربة التي نزرع فيها فهي نبتة سهلة جدا وناجحة دائما باستمرار وهي نبتة تسمد مرة بسماد ان بكي مرة في الشهر وتربة بانتظام على فترات ونحافظ على التربة دائما رطبة وتزرع في جميع الترب ولكن تكون جيدة الصرف كما نلاحظ هاي الجزور تكونت بفضل الله تعالى بفترة بسيطة وهاي زي ما احنا شايفين قدامنا طبعا هاي الطريقة سهلة جدا وبسيطة بإمكان أي حد بيقدر يقوم بها في المنزل وطبعا هاي الطريقة تقدر تعملها في أي وقت من السنة ولكن يفضل في فصل الربيع تكون أفضل وأسرع وبنكسب نبتات كثيرة في وقت قصير جدا وكما نرى أزهار رائعة ومتنوعة بفضل الله تعالى وأتمنى أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات المفيدة على هاي النبتة الرائعة فلا تنسى الصلاة على النبي ولا تنسى اللايك والشير والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ودمتم في رعاية الله وأمنه وسلامه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته